فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية السلام عليكم قال رحمه الله هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعاب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم نعم يقول رحمه الله هذا لو كان ما تشبه به الإنسان بالكفار هو من الأمور المباحة فإنه ينبغي تركه ابتعادا عنهم وأما إذا كان التشبه بهم فيما هو من أمور دينهم والتشبه بهم في شيء من بدعهم وضلالهم فهذا محرم لا شك فيه وهذا هو أعظم أنواع التشبه المحرم ترجمة نانسي قنقر